واحدة من أخطر الأفاع السامة على وجه الأرض أحد الزواحف الأكثر فتكاً ورعباً في إفريقيا أسرع أفعاً في العالم وهي ثاني أطول أفعاً سامة من بين جميع الأفاع إنها المامبا السوداء مرحباً بكم في قناة أسرار الطبيعة سنتعرف اليوم على أفعى المامبا السوداء المميتة وأهم صفاتها هيا بنا نبدأ المامبا السوداء من بين الثعابين الكبيرة يصل طولها إلى مترين ونصف في المتوسط ولكن قد يزيد طولها في بعض الأحيان ليصل إلى أربع أمتار وثلاثين سنتمتراً تصطاد أفعى المامبا السوداء فرائسها عن طريق نصب الكماء إذ تنتظر الفريسة ثم تنقض عليها برفع رأسها إلى الأعلى وضربها ضربات متتالية فيمكنها تسديد إثني عشر لدغة في هجمة واحدة ثم تقوم بإفلات الفريسة وتتبعها إلى حين موتها أو إصابتها بالشلل ومن ثم تقوم بالتهامها ومن أفضل فرائسها الطيور الفئران النمس الأصفر والخفافيش تعيش أفعى المامبا السوداء في إفريقيا وتتوزع في الجنوب الشرقي من القارة كثيراً خاصة في السودان، إيريتيريا، الصومال، كينيا، تنزانيا، الموزنبيق، وبوتسوانا وتنتشر في معظم مناطق إفريقيا، ولكن بأعداد قليلة ونأتي لتسميتها الشهيرة لماذا سميت بالسوداء؟ إن سبب تسمية المامبا السوداء بهذا الإسم ليس لأن جلدها أسود اللون فلونها الأصلي هو الرمادي الفضي ولكن سر تسميتها بالسوداء هو لون فمها الداخلي فعندما تفتح المامبا السوداء فكيها يمكنك أن ترى داخلهما لوناً أسوداً قاتما تصل سرعة المامبا السوداء إلى 20 كم في الساعة وبذلك تصبح هي الأسرع من بين جميع الأفاعي فيمكنها بسهولة إلحاق الأذى حتى بأسرع الحيوانات ونأتي للجزء الأخطر إنه سم أفع المامبا السوداء تستطيع هذه الأفع المميتة حقن كمية كبيرة من السم العصبي تصل إلى جرامين في كل هجمة بينما 6 جرامات فقط قادرة على قتل 25 شخصاً وقد تفتك لدغة واحدة منها بإنسان بالغ خلال 20 دقيقة إذا لم يتلقى العلاج اللازم يموت 20 ألف شخص بسبب لدغات الثعابين كل عام وسكان تلك المناطق في إفريقيا يعانون من هذه الأفعى بالذات ويرجع ذلك لهجماتها غير المتوقعة ولتواجدها أيضاً بكثرة في الحقول الزراعية وبفضل الله توصل العلماء إلى مضاد لسم هذه الأفعى المميتة ويتوفر في مراكز مكافحة السموم في بعض دول إفريقيا ولكن رغم ذلك يبقى خطرها قائماً لصعوبة الوصول إلى هذه المراكز في وقت قصير إذا أعجبك موضوع اليوم من قناة أسرار الطبيعة فلا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لنستمتع معاً بكل ما هو مثير من أسرار الطبيعة ترجمة نانسي قنقر